يا أخي اختلف ولكن مين أنا وأنت عشان نختلف مع ابن تيمية شيخ الإسلام بصراحة يعني ولكن اختلف بس عرف قدر نفسك والله والله العظيم الذي لا إله إله لو كنا في زمان ابن تيمية ما نبس أحدنا ببنت شفا أمامه شيخ الإسلام أخيتي ابن تيمية رحمة الله عليك اسمعوا كيدني شيخ ابن تيمية ابن تيمية مات في السجرة مات في السجرة يتقلب عليه علماء شوافع وأحناف ومالكية لما كان في القاهرة أكثر واحد سعى في مضرة ابن تيمية واحد مالكي قاضي اسمه زين الدين ابن مخلوف رحمة الله عليه وقال هنا وكذا 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 ما خلاش حاج عليه جاء بالسلطان وتعيض عليه وكذا وبعدين بعد فترة السلطان أخذوا بتبحث معها تكي في علم يا أخي رجل عالم هذا ليس لي هذا ضرع بالشي طبيعي اليوم يتقلنا لكم ابن تقيق العيد وتركوا من هو وشيخ الإسلام سيد المتأخرين ابن تقيق العيد سيد المتأخرين في العلم شي مذل كان فابن تقيق التقى بابن تيمية ابن تيمية طبعا أصغر منه في السنة مستنين هو أصغر منه تعرفون ماذا قال شيخ ابن تقيق حين رأى قال رأيته رجلا كأن العلوم بين حينيه بحر يأخذ ما شاء ويطرق ما شاء يا ابن تيمية قالوا أجوب أرجو هذا ما هو العلم هذا ما هذا البحر قال هذا ويأتي كل يوم ناس يسبوه يكفروه وابن تيمية وما يحبوه يسموه شيخ الإسلام يا شيخ الإسلام رغما عني وحق ورحم اللهم أنا عرف قدر نفسي اللهم وارزقنا التواضع وارزقنا الصدق وارزقنا البصيرة يا أخي اختلف ولكن مين أنا وإنت عشان نختلف مع ابن تيمية شيخ الإسلام بصراحة يعني ولكن اختلف بس عرف قدر نفسك والله والله العظيم الذي لا إله إله لو كنا في زمان ابن تيمية ما نبس أحدنا ببنت شفا أمامه عجوبة تقرأ عنه عجوبة عجوبة بل عجيب إذا ابن دقيق قال فيه الكلام هذا مين إحنا مين إحنا فابن تيمية رحمة الله عليه لما جلس مع السلطان المملوكي وبحثه وجد علما وجد ثقة بالله وإيمانه وجد راسخا مش رجلهم لعوة مش هامه يسجن يقتل وقال لهم قال لهم ما يفعل بي أعدائي انسجنوني فسجني خلوة وفعلا لما سجن رحمة الله عليه أقال من الثلاث سنوات ومات في السجن ختم القرآن الكريم كله إثنتين وثمانين مرة واعتقد الآية التي ختم بها حياته وأسلم الروح الطاهرة ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه فرحمة الله تتوالى عليك وعلى كل مشائخ الإسلام ورزقنا الله الإنصاف والتواضع فالرجل صالح ابن تيمية وعلامه كبير الكبار شهدوا له الكبار من نحن؟ من نحن؟ رجالات الإسلام الكبار شهدوا له من نحن؟ فابن تيمية رحمة الله عليه لما باحثه السلطان وكذا فرضي عنه تلك النوبة وجعل يذكر له خصومهم ومنهم ابن مخلوف المالكي زي ندين هذا وكان السلطان برضو مخدعون أشياء هي كمتغيض عليهم فالعان الفرصة واتت مين؟ واتت ابن تيمية لم يذكرهم إلا بكل خدر حتى أنه قال للسلطان قال له أيها السلطان أنا أنصح لك وأنا ناصح أمين إن ذهب هؤلاء لم تجد في رعيتك مثلهم فاجتد يديك بهم أحرص عليهم أكرمهم تعرف قدرهم إنهم وإنهم إنهم قال فما زلت به حتى رضي عنهم وأخبرهم السلطان قالهم حصل بيني وبين التقي ابن تيمية كذا وكذا وكذا وكلمته فيكم وقال فيكم كذا وكذا وكذا حتى رضيط عنكم كذا فقال حينها زين الدين ابن مخلوف المالكي قال ما رأينا أتقى من التقي ابن تيمية لم نبقي شيئا إلا اصطنعناه وسعينا به في سبيل مضرته وهو تكلم فينا بأحسن ما ما يقال قال ما هذا قال والله الفرق بيننا وبينه كبير 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 الفرق بينكم وبينه كبير 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 لذلك الآن بالله عليكم من فيكم قبل هذه النوبة سمع بزين الدين ابن مخلوف يمكن واحد أو اثنين اللي قرأوا إيش سيرت ابن تيمية وحتى اللي سمعوا إيش بتعرف عن ابن مخلوف يعني وين كتبه وين تحقيقاته وين علومه وين أثره في الإسلام تقول لي وانت ابن تيمية والدواعج ابن تيمية ابن كشب تيمية نبي الإسلام ولك شيخ الإسلام وظلم ظلم في وقته وظلم الآن على فكرة وتنسب إليه أشياء كثيرة غير دقيقة وغير صحيحة ومحرفة ونزبت إليه أشياء يسيرة صحيحة مما أخذ عليه وأنكر عليه ولا بأس ونحن مع علمائنا ومع الجماء الغفير في إنكارها وردها أهل وسهلاً ولكن كما قلت هذا لا يمنعنا أن نشهد له مذايش بما هو أهله من مشيخة الإسلام والعلم والصلاح والتقى والجهاد والقيام بعمر الله رحمة الله عليه يا أخي كان حتى مجاهد ببدنية هو خاض حروب مع التتار إيش رأيكم؟ ابن تيمية شيخ شيخ الإسلام هذا متجاز بس كان يألف كذا ومؤلفاته بمئات المجللات الرجل إيش شيء مرعب كان في العلم البحر يتدفق رحمة الله يا علي إذا كالذهبي يقول أربع اجتمعوا في عصر واحد تقي الدين ابن دقيق العيد والشرف الدمياطي وتقي الدين ابن تيمية والجمال المزي لم يرى مثلهم الذهبي علمت الرجال شيخ الإسلام مؤرك الإسلام شمس الدين الذهبي تلميذ ابن تيمية أيضا يقول فأما أعلمهم بالأنساب فالشرف الدمياطي وأما أعلمهم بنقد الحديث وعلله فالتقيئ ابن دقيق العيد وأحفظهم لمتون الحديث التقيئ ابن تيمية حفظ المتون شيء عجيب كان عنده أبدا لكن ليس في كل شيء شفته يعني في الأنساب لا الدمياطي أحسن لابن تيمية هذا ما نقوله للناس اللي بعظموا ابن تيمية رحمة الله عليه وهو عظيم وبفكرك أنه الله ما خلق مثله في كل شيء غير صحيح شوف الكبار لما بنصف بعضهم شوف الذهبي بعرف يتكلم الذهبي ما معروف هو الذهبي ما شاء الله عليه ذهبي الرجال اسماً ومعنى كما قال إيه تلميذه التاج السبكي هو في معرفة الرجال أبو الحجاج المزي عجوبة المزل صاحب إيه تحفة الإيه عشراف بمعرفة الأطراف فرحمة الله على الجميع هذي أقدارهم هذي مناصبهم هذي رتوه الشريفة العلية وهذا إنصافهم بعضهم لبعض وشهادة بعضهم لبعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر